السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتغيير كلمة السر أو كلمة المرور في المودم أو جهاز الروتر لزين شركة زين في المملكة العربية السعودية طبعا هناك أسفل العلبة وأسفل الجهاز لاصق مكتوب عليه الـ IP وأيضا ها هو الـ IP 192.168.8.1 هذه الـ IP نأخذها ونذهب بها إلى جوجل أيضا في كلمة المرور أو الباسورد هذا إذا كان الجهاز مفرمت أو إذا كان جديد إذا فرمت الجهاز تدخل هذا الكلمة المرور الجديدة اللي تبع الجهاز اللي هي الأصلية يعني تبعه فالآن سأقوم بالدخول إلى جوجل اختيار طبعا المتصفح هذا الانترنت لأنه فيه أيضا عربي وبسيط جدا ندوس على هذا المتصفح ومن ثم نقوم بكتابة الـ IP الموجودة أسفل العلبة أو أسفل الجهاز سأقوم بالكتابة أعلى أعلى البحث سأقوم بكتابة 192.192.192.192.168.1 أيضا ومن ثم ثم ثمانية دوت واحد دوت واحد وسوي بحث ستظهر لنا الواقهة الرئيسية لشركة زين للموجودة هنا للشبكة شبكة المودم أو الجهاز الروتر في هنا تحت شوف هذه هي المعلومات كامل والضبط وكذا وكذا في تحت الذهاب إلى الويب شوف هذه ستينج يعني إعدادات في صفحة الويب شوف هنا هذه صفحة الويب اللي عند السهم عندما تدوس عليها ستقوم بالدخول إلى الروتر أو إلى الجهاز وسيطلب منك كلمة المرور ها هو ها هي طبعا كلمة المرور إذا كانت الشبكة مستخدمة سابقا ولديك كلمة مرور شوف أول تغيير اللغة العربية إذا ودستنا لللغة بيطلع لك إنجليزي أو عربي أنا سويتها عربي طبعا الآن سأقوم بوضع كلمة المرور للجهاز نفسه الجهاز اللي أنا قد غيرته من قبل إذا كان الجهاز جديد تقوم بكتابة الرقم السري أو كلمة المرور الموجودة في أسفل العلبة أو في أسفل الجهاز لكن هذا مستخدم معي كلمة مرور من سابق سويتها اللي هي ZXC وضعتها الآن ثم تسجيل الدخول الآن دخلنا إلى المودم أو إلى ضبط وإعدادات شبكة الواي فاي اللي هي اللاسلكية في أعلى شوف أعلى إعدادات الشبكة اللاسلكية والأجهزة هذه الأجهزة المتصلة بالشبكة تستطيع حضرها وتستطيع معرفتها أما هذه إعدادات شبكة اللاسلكية أو الواي فاي دست عليها شوف هنا طلعت كلمة المرور أو كلمة السر كلمة السر هذه تستطيع تغييرها تضعط عليها وتغير أيضا اسم الشبكة تستطيع تغيير اسم الشبكة بس باللغة الإنجليزية الآن سأقوم بتغيير الرمز السري أو كلمة المرور مسحتها ومن ثم ضع أي رمز أنت تريده بشرط يكون أكثر من ثمانية أيضا تغيير كلمة اسم الشبكة تستطيع تغيير اسم الشبكة بأي اللي أنت تريده فقط باللغة الإنجليزية لا نستطيع تغييره باللغة العربية وبالتالي تضغط على تحت كلمة حفظ وبذلك أنت غيرت اسم الشبكة وغيرت كلمة المرور أتمنى أن أكون أفدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي سؤال واستفسار في التعليقات وإلى لقاء فيديو آخر لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع اللايك للفيديو لنستمر في إعطائكم الأشياء المفيدة والنافعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته